السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم بعد طول غياب طبعا المتابعين لقناتي أو لحسابي على الفيسبوك كان هناك خبر هو هذا الخبر هو نسخة من هذا الخبر هو تعاون بيني بين المهندس الجميل عبد العزيز حسن طبعا الخبر نوعا ما تقريبا مقارب السنة اشتغلنا نوعا على مشروع تحت مضلة خدمات ويب وهذا المشروع نطلقه اليوم بشكل البيتا دي بلايمنت هو عبارة عن أداة أو موقع يساعد المطورين على رفع المشاريع اللي هو أوتو دي بلايمنت بطريقة مبتكرة نوعا ما يساعد على إنشاء سيرفرات على AWS أو Digital Ocean حاليا و Digital Seal ثلاث خيارات موجودة سيضاف خيارات أخرى إن شاء الله في المستقبل وأيضا ممكنك تضيف الـ GitHub الريبوزاتري سواء على الـ GitHub أو الـ GitLab بعد ذلك ممكنك تعمل دي بلايمنت في هذا العرض البسيط اليوم ما رح نطلق إلى تفاصيل الموقع موقع فيه خصائص كثيرة رح نطلق إلى ثلاث مراحل هي مرحلة إنشاء سيرفر ورفع مشروع لرفل وأيضا تغيير في المشروع ونشوف موضوع أوتو دي بلايمنت كيف يحدث خليكم متابعين أول خطوة هي إنشاء سيرفر نذهب إلى السيرفر نختار طبعا Digital Seal أو AWS نعمل drag and drop نكتب اسم السيرفر نختار database لما أعمل create طبعا عندما كان عندي رصيد رح أذهب إلى الرصيد إضافة funds أختار مثلا عشرة دولار ثم تعبية بيانات الشحن بعد ذلك رح يتم تعبئة الرصيد على سبيل المثال عشرة دولار أحيانا أحتاج أعمل refresh ثم أذهب مرة أخرى إلى infrastructure إلى السيرفر أعمل drag لستة دولار سيرفر أكتب اسم السيرفر وأختار أيضا create database بهذا الطريق رح ينشئ لي سيرفر مع قاعلة بيانات أو database طبعا أيضا رح أشوف بعد قليل هو اللوديك أو عملية مثل ما شايفين واسم السيرفر بعد الانتهاء رح يكون هناك بوتن كثيرة مثل restart سيرفر أو get information about servers أو log أو ما شبه ذلك أيضا رح يوصلني إيميل من digital sale بمعلومات اتصال بالسيرفر اسم السيرفر والIP address وكل البيانات اللي احتاجها للتوصيل مثل قاعلة البيانات مطوة التالية أذهب لإضافة المشروع وهو عبارة عن repository موجودة على get hub وتمت إضافتها في digital sale لرفال 9 أعملها drop أو drag drop على السيرفر أكتب اسم المشروع أو اسم الدومين أختار طبعا deployment and change لعشان يكون التغيير automatically أختار الدكر لرفال 9 أضيف ال CPU اللي أحتاجها والرام على سبيل المثال 1GB ثم أضيف طبعا environment file ممكن أن أجيبها من موقع الرفال أو إذا كان معي المشروع ممكن أن أعمل copy ال environment file أو environment.example وغير فيه domain وغير فيه بعض ومكانك أيضا نضيف database وما شابه ذلك لكن لأننا نعمل دي ما بسيط راح نغير فقط ونكتب ال domain اللي أنشأناه في الأعلى دي اس داش online ثم طبعا لازم أعمل generate عن طريق واضغط على هذا الطريقة راح ينشأ لي مشروع بكل بساطة وراح يعمل المشروع الموجود على Github على سبيل المثال وراح نشوه بعد قليل هو إنشاء الموقع ممكن أن نفتحه ونلاحظ هنا سريع وسهل الآن موجود هنا الستيرت أشيبين لنا انتهى طبعا في أفتح الموقع طبعا هناك خيارات كثيرة ما راح نطرق إليها اللي هو تعديلات للمشروع حاليا المشروع معاي يشتغل بكل بساطة الخطوة الأخيرة لاحظ النص هنا سنحاول نغيره من الكود وراح نشوف التغيير طبعا نغيره إلى عزبين مثال digital sale v7 أرفع الكود عن طريق get commands مثل ما شايفين الآن بعد ذلك راح يكون الديبلويمنت automatically في digital sale بدون أي جهد عملت بوش حاليا بعد قليل راح يعمل redeploy automatically للبرانش اللي نحنا عملناه أو ضفنا في الدرس الماضي أحيانا تحتاج تعمل refresh تشوف الستيتس حاليا redeploy طبعا بعد قليل راح ينتهم الديبلويمنت وراح يكون التغيير v6 مثل ما غيرنا النص بسيط عشان نوضح الصورة الديبلويمنت انتهى الآن لاحظ الآن اللي هو في والآن بعد هذا العرض البسيط نريد ناخد آراءكم في المشروع هذا نحب أنكم تجربوا هذا المشروع وتعطونا آراءكم بإمكانك تعمل والكثير من التطبيقات أيضا نشاء سيرفرات على الـ او اذا كان معاك فيهن أو حتى نتمنى دعم هذا المشروع أيضا مشاركته مع المطورين ونلتق إن شاء الله في فيديوهات قادمة بخصوص هذا المشروع شكرا لكم